استغفر الله وكل ما كانت هذه 4 مراته كانت تقرأ في القرآن وكل ما كانت تقرأ في القرآن كانت تقرأ في سورة الفاتحة وسورة الفاتحة تقرأ في اياك نعبد وإياك نستعين البيت قال صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو سورة المكتب في القرآن انه جميل جميل يوجد امامات لها انه هو الفاتحة انه هو ام الكتاب انه هو ام القرآن انه هو الصلاة انه هو الشافية انه هو الكافية البيت قال انه هو رقيا وانه هو رقيا المكتب من رقيا لك الذين لا تعرفون كانت تقرأ في القرآن بس كم يجب ان تقرأ في مجرد ما يوجد في ذاته المرحل الصلاة والله وسلم قال كانت تقرأ في القرآن عندما في قرآن يجب ان تقرأ في القرآن الله عز وجل أعطته اقول انا اقرب القرآن موضوع قرآن بين انا 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 لابد لذا انا لابد قرآن الله يجب أن نسخة كل شخص مننا الله يجب أن يقول رحمن الرحيم الله يقول رحمن الرحيم رحمن الرحيم مالك يوم الدين الله يقول رحمن الرحيم الله يقول هذا من أجل ومع أسفل مقفل 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 شكرا